ينضم إلينا من محافظة الجيزة مراسل أخبار مصر رمضان الشحات ومن كفر الشيخ مراسل أخبار مصر أيضا محمد عبدالصبور ومن قناة أحمد أبو الحسن نبدأ معك رمضان الشحات وأهلا بك اعتلعنا عن آخر ما لديك من مجرايات العملية الانتخابية في محافظة الجيزة يعني بالطبع عندما نتحدث عن محافظة الجيزة في العملية الانتخابية أو بالتحديد وبالأحرى في جودة الإعادة بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ فإننا نتحدث عن هذا المشهد الذي يتواجد خلفي لو نظرت من خلفي فسوف ترى أن هناك إجراءات احترازية كبيرة تقوم بها قوات الشرطة بمدنية أمنة الجيزة من أجل تأمين العملية الانتخابية سواء بالارتكازات الأمنية التي تنتشر بيئة المحافظة أو بالسيارات الجوالة التي تقوم بتأمين المواطن إضافة إلى تأمين اللجان الانتخابية الكردون الأمنة الذي يتواجد في هذه اللجنة يصل مدائي لحوالي 200 متر فبالتالي فإننا نتحدث عن عملية تأمينية كبيرة أما من ناحية الإجراءات الاحترازية يعني لو نظرت من خلفي سوف ترى أن هناك كشف عبر الأجهزة لي المواطن قبل أن يقوم بالدخول اللجنة وهناك أيضا المواطن بيكون حريص على أن يأتي أبناءه معهم إلى اللجان من أجل تعليم أبناءهم العملية الانتخابية يعني عاوزة عربما من حدك جاء بابنك ومصمم جاء بابنك ليه؟ عشان يتعلمه يشارك بعد كده وده واجب علينا وده حق البلد علينا انت شايف أنه وجوده معك في المرحلة دات وانت داخل اللي انت هتنتخبه أو اللي انت هتدوله صوتك انت بتعلمه بحقه في الممارسة الانتخابية تماما فأنا لازم يتعلم عشان يعلم أخواته بعد مني يعني ده واجب علينا وحق البلد علينا شكرك جدا يعني كما ترى فإن هناك إقبال كثيف في هذه اللجنة وهي اللجنة رقم 86 بي حي العجوزة ترى من خلف الإقبال الكثيف جدا من الشباب وهناك أيضا إقبال كثيف جدا من الرجال والنساء كبار السن ودائما كالعادة نقول أنهم الحصان الرابح لأي منتخب في العملية الانتخابية هذه المحافظة بالتحديد هي محافظة مترامية الأطراف يوجد على حدودها أكثر من خمس محافظات هي الفيوم إضافة إلى القاهرة إضافة إلى البحيرة وغيرها من المحافظات الأخرى فبالتالي فإننا نتحدث عن كتلة انتخابية كبيرة تصل في هذه المحافظة إلى حوالي خمسة ونصف المليون مواطن وبالتالي هناك أيضا تربطات انتخابية بتلك المحافظة خاصة وأن التربطات انتخابية بهذه المحافظة تنتشر في القرى وتنتشر أيضا بالمراكز والمدن التي تصل إلى حوالي 14 مركز ومدينة إضافة إلى 9 أحياء الصورة من خلفه التي تعبر عن هذا المشهد تماما سواء من إقبال المواطن أو سواء من الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه العملية من قوات مديرية أمن الجيزة والتي يقوم مدير الأمن بجوالات سواء في المراكز أو المدن من أجل التأكيد على سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر يعني شايف بسم الله ما شاء الله يعني حضرتك جاي البطاعة يا فندم انتو الإجراءات بقى اللي انتو بتتبعوها عاوز عارف انتو بتتطمنوا ازاي عبر الأجهزة وحاجات دي انت جاي بالكيمامة بتاعتك ومتطمن ان فيه عملية بتم فيه إجراءات احترازية بتم اه مش يمية مية وكويسة والحمد لله صوتك شايفه ازاي وهتوجهه ازاي لا حلو ان شاء الله الانتخابات مش يمية مية وعشرة العشرة كويس يعني مش الحمد لله بشكرة جدا عملية التنافس على العملية الانتخابية بتلك المحافظة هي على مقعد واحد يتنافس عليه اثنين من المرشحين وبالتالي فإن المواطن الجزاوي سوف يستفيد سواء من دخول اثنين للبرلمان سواء كان مجلس الشيوخ إضافة إلى مجلس النوافة للإستفادة سوف تحعود على المواطن بالأحرى الإنجازات الكثيرة في هذه المحافظة تساعد أيضا على خروج المواطن سواء الإنجازات التي تمت على الأرض في المرافق الحيوية بتلك المحافظة أو الطرق الرئيسية التي تربط هذه المحافظة بغيرها من المحافظات الأخرى إضافة إلى المشروع القومي والذي سوف يكون للجيزة نصيب كبير منه وهو مترو الأنفاء فبالتالي الإنجازات تتم على قدم وساق إضافة إلى الطريق الدائري والذي سوف يقوم أو محمر الملك عبدالله الذي سوف يقوم بربط هذه المحافظة سواء من دائري مونيب وصولا إلى دائري المريطية والذي سوف يحدث نقل نوعية في عملية النقل في هذه المحافظة إضافة إلى تسهيل العملية المرورية إذن فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة مواطن يهدف إلى الوصول إلى عدوة يساعده سواء في التشريع أو تضع مصالحه زميلي رمضان وسوف نعود الاتصال بك كلما كان لديك جديد الآن ننتقل إلى محافظة كفر الشيخ وينضم إلينا مرسل أخبار مصر محمد عبدالسبور محمد أهلا بك وماذا لديك نعم تحياتي لك زميلي ياسر تحياتي لمشاهدة تلفزيون مصر في كل مكان من هنا من محافظة كفر الشيخ والتي تشهد إقبالا كبيرا أيضا من المواطنين لسيما من كبار السن ومن السيدات في هذه الأسناء وفي هذا التوقيت ثم دائما قبل انتهاء اليوم الانتخابي بيكون هناك تواجد للشباب والفتاة كما عودتنا كفر الشيخ هي من المحافظات ذات الكتلة التصويتية الكبيرة إلى حد ما حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 2 مليون 350 ألف ناخب وناخبة موزعين على 585 لجنة فرعية طبعا كل هذا بيحدث ضمن إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وأيضا مشهد أمني يعني يدعو إلى الأمن والأمان من قبل جميع المواطنين خلينا نتكلم سريعا عن الخريطة الانتخابية لمحافظة كفر الشيخ طبعا محافظة كفر الشيخ كان مخصص لها في القايمة 3 مقاعد والفردي 3 مقاعد تم حسم القايمة من الجولة الأولى بالإضافة لأنه تم حسم أيضا مقعد من الجولة الأولى أما في جولة العادة تتم العادة بين 2 من المرشحين على مقعدين يعني 4 مرشحين 2 ينتميان إلى حزب مستقبل وطن و2 ينتميان إلى حزب النور إذن منافسة بين حزب النور ومستقبل وطن على أرض كفر الشيخ منافسة انتخابية فيها كل معايير الحيادية والنزاهة والشفافية خلينا يعني نستطلع أراء المواطنين أيضا حول الإجراءات التي تتخذ حول التسيرات حول التسيرات سواء فيما يخص الإجراءات الأمنية أو الإجراءات الاحترازية والوقية الأول نتعرف بحضرتك وليه يعني انطباعك عن عملية انتخابية وعن تسير الإجراءات سيهام عبد الحميد علي فميس من محافظة كفر الشيخ بصراحة أنا بشكر بكل الجهات المعنية المشرفة على الانتخابات من بداية من المدخل من الكشف الحراري اللي بيتطمنوا بي على دخول كل مواطن للمناصقين اللي بيساعدوا أي زول الاحتياجات الخاصة من توفير اللجان في الدور الأرضي لكبار السن ولكل من يحتاج إلى المساعدة لاستقبال عندي هنا هوة المنظمين للانتخابات من رجال الجيش من الشرطة من وزارة التربية والتعليم حقيقي فعلا اشراف على مستوى عالي فأنا بشكرهم كل الشكر والحمد لله كفر الشيخ طبعا محافظة وعدة وهي محافظة المستقبل والناس فيها على وعي كبير بالمشاركة والإقبال النهاردة كان عالي جدا 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 وبرضو احنا بنشجع الناس وبنقول لهم انزلوا احنا في أمان وكل وسائل الأمان متوفرة والانتخاب واجب وطني ما تضيعش صوتك انزل وشارك لكل أب لكل عانج هنا هوة شخصية قيادية تحاول تشجع جميع المواطنين على النزول وبشكر حضرتك يمكن ايضا هناك حرص من حضرتك النهاردة للإدلاع بصوتك والمشاركة في العملية الانتخابية في اليوم الاول من انتخابات الآن انا بشكر حضرتك جدا بشكر كل القائمين على الإجراءات الاحترازية اللي تعاملت النهاردة وقبل كده في الاستحكاك الأول النهاردة بس حابب اقول لحضرتك اللجنة اللي احنا فيها دي بتاع النقيب مصطفى سمير بدوي النقيب الشهيد اللي لو لا شهداء الجيش والشرطة ما كنا النهاردة بنعمل انتخابات ولا كنا واقفين هذا الوقفة اجراءات احترازية على اعلى مستوى كافري الشيخ دايما وعدة محافظة الامل والمستقبل عندنا مشاريع كبرى بدع كل الناس انزل شارك ده حجك الدستوري محدش بيفرض عليك رأي انت زي ما حضرتك شايف كل واحد بحطه صوته كما ينبغي نعم يا محبو مفيش اي العملاء الانتخابية على اعلى مستوى نعم يعني اخيرا ياسر يمكن المحافظة بها العديد من المشروعات القومية خليلي سريعا انوى عنها واحد من المشروعات زي الاستزراع السمكي طبعا في بركة غليون التي كانت منطقة طريدة اصبحت جاذبة مشروع الرمال السوداء مشروع المستشفات الجمعية خلينا برضو سريعا حضرتك اصل مزير مشروعات على المزيد نزل شكرا لك محمد عبدالصبور زميلي من محافظة كفر الشيخ ننتقل الى محافظة قنة وزميلي مراسل اخبار مصر احمد ابو الحسن مساء الخير احمد واهلا بك وماذا لديك بشأن العملية الانتخابية في يومها الاول تحياتي لك زميلي ياسر والاستاذ المشاهدين من محافظة قنة حيث نقوم برصد وتغطية للانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ في جولة الاعادة بداية نوجز كل ما رصدناه خلال هذا اليوم مع بداية الساعة التاسعة صباحا في نقاط موجزة اولا اذا تحدثنا عن فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا لن يتم يعني رصد اي يعني لجنة من اي لجان الفرعية التأخر فيها احد الساد القضاء اطلاقا فتحت في الموعيد المحددة وان شاء الله سوف يتم بغلق هذه اللجان في تمام الساعة التاسعة مساءا اذا تحدثنا ايضا عن العملية التأمينية لكافة اللجان المتواجدة بالمحافظة وعادة هذه اللجان الفرعية هو 468 لجنة فرعية يضمهم 364 مركز انتخابي هذه اللجان وهذا التأمين الذي لمسناه وشاهدناه هنا في محافظة غنى ضرب المثلا يعني يحتز به في التنظيم والتنصيق والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة لتأمين العملية الانتخابية بشكل ميسر ومسهل لسادة الناخبين حيث يتواجد امام كل لجنة انتخابية عدد من سادة افراد قوات الشرطة وايضا ما شاهدناه من وجود المخيمات امام اللجان نظرا لدرجة الحرارة العالية المرتفعة في محافظة غنى هناك ايضا الكراسي المتحركة لمساعدة بعض الناخبين في الوصول الى اللجان الانتخابية ايضا التجديد والتأكيد على الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية بحيث يتم منع اي ناخب او ناخبة الدخول الى اي لجنة انتخابية بدون الالتزام بالاجراءات الاحترازية واهمها ارتداء الكمامة ايضا مراعاة التباعد الاجتماعي ولعدم التزاحم نظرا لمنع او منع انتشار فيروس كورونا الذي تمر بالبلاد والذي يتزامن مع هذه الفترة لانتخابات مجلس الشرطة هناك تأكيد وتعاون مستمر بين رجال قوات الشرطة هناك سيارات لعربات الشرطة ودوريات مستمرة رصدناها تمر على اللجان الانتخابية هناك توجهات ومرور من السيد الواء محمد ابو الماكد مدير امن قنة والذي يمر بنفسه ايضا على كافة اللجان الانتخابية يعني تأكيدا على يعني مئنانا على سير العملية الانتخابية بشكل منتظم تماما هناك ايضا تعاون مع الجهات الاخرى سواء الجهات المدنية والتي وفرت اكثر يعني من خمسمائة موظف مدني للتعاون ايضا في مع سادة رجال القضاء الذين يشرفون على الانتخابات في اللجان لمساعدتهم ايضا في العملية الانتخابية اذا المشاهدين كانت هذه هي الصورة الانتخابية في محافظة قنة على اي حال الشكر الجزير لك احمد ابو الحسن من محافظة قنة ونشكر زميلي نمضان الشحات من محافظة الجيزة وايضا الشكر لمحمد عبدالصبور من محافظة كفر الشيخ شكرا